ثلاثة أنواع من الكيك السهل والسريع في دقائق يمكنك أن تطبيق أحد هذه الطرق بدون الفرن والدقيق بثلاثة طرق مختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مطبخ عزيزة تابعينا إلى الأخير لتستفيد الكيكة الأولى بأربعة طبقات سهل وسريع البانوفي كيكة هو كيكة إنجليزي الطبقة الأولى ثلاثة مائة جرام من البسكويت ناريحي البسكويت نضيف عليه مائة جرام زبط نحركها ونضعها في القالب ونضغط عليها الطبقة الثانية بودن مكرمل أربعماء جرام من الكريمة المكرمة نضع الكريمة المكرمله أو البودين المكرمل على الطبقة السابقة الكرات الصغيرة هذه يلي في الكريمة هي مكسرات مطحونة نصف تكسيرة على الرغبة طريقة البودنج المكرمل يمكن أن يكون الكيس البودرة جاهز أو نفس طريقة المهلبية حيث نكرمل السكر ثلاثة ألا أربعة موزات نقطعها شرائح نضع شرائح الموزي على طبقة البودنج الطبقة الأخيرة الكريمة المخفوقة نخفق ثلاثة مائة جرام من الكريمة ونضيف عليه مائتان جرام من شوكولاتة نوتيلا أو أي نوع آخر المتواجد عندك نسكب الكريمة على الطبقة السابقة نسكب الكريمة على الطبقة السابقة نسوي طبقة الكريمة ونضعها في الثلاجة على الأقل لمدة ثلاثة ساعات ثم نزينها بالبسكويت بالهناء والشفاء طريقة الكيكة الثانية كيكة بالكريمة والشوكولاتة علبة حليب مكثف محلة نضيف عليه أربعمائة ميلي حليب وثلاثة صفار بيضاتي نضعها على النار إلى الغليان ستة ورقة جيلة أو ما يعادل عشرة جرام نضعها في ماء بارد عندما تغلى الكريمة نضيف الجيلة ثم الفنيليا نسكب الكريمة في قالب أو طبق نغلفها بورق نايل ونضعها في الثلاجة نخفق أربعمائة ميلي كريمة ونضيف الكريمة التي سبق صنعها نخلط الكريمة سابقة مع الكريمة المخفوقة نرحي ثلاثمائة جرام بسكويت دجيسفيت ونضيف أليه مائة وخمسون ميلي من الحليب نسكب البسكويت في القالب ونضغط عليه نرتب البسكويت في القالب كما ترين ثم نسكب الكريمة نذوب مائتان جرام من الشوكولاتة في مائتان جرام كريمة نسكب الشوكولاتة نضع الكيك في الثلاجة إلى تتماسك أو على الأقل ثلاثة ساعات النوع الأخير أسهل نوع نفس الخطوات السابقة نرحي البسكويت ونضيف عليه الزبدة كل ثلاثة مائة جرام من البسكويت عليه مائة وخمسون جرام من الزبدة نضعها في القالب ونخفق الكريمة ونضيف إليها زبادي مائتان ميلي على عكس الطريقة أولى أضافنا شوكولاتة إلى الكريمة وفي الطريقة الثانية أضافنا كريمة الحليب المكثف إلى الكريمة نضغط على البسكويت في القالب هذه أهم نقطة في القاعدة الأولى ثم نضيف الكريمة إلى الطبقة السابقة ونضيف إليها مائتان وخمسون جرام من المرب ونحركها كما ترين نضعها في الثلاجة إلى أن تتماسك بالهناء والشفاء إذا إعجبكي الفيديو لا تنسى الاشتراك والتعليق والمشاركة ليصلكي كل جديد دعما لنا في الاستمرار وشكرا دمتم في حظ الله ورعايته